السلام عليكم ورحمة الله وكل الخير يا تجدد لقائنا معكم نشوى من قناتكم مصرر نبات والبيع اكتب ومن في بعض المزرعات اللي منزرعها بتحتاج لطربة خفيفة زي نبات البطاطس فمضيف للطربة الثانية بعض المواد اللي تجعلها حشو خفيفة فبنستخدم بيتمس ورمل او بيتمس وبرلايت عشان نكوبك تربة خفيفة من المواد تي لكن اوقات كتير ما بيبقاش عندنا لا رمل ولا بيتمس ولا بيتمس فمندور على البداية فهنشوف ايه البداية اللي ممكن تكونوا توفرها عندنا في البيت اللي ممكن نستخدمها ونخلي بيها تربة خفيفة كنت محتاجة تربة خفيفة دورت لقيت عندي كشور بصل وفيه كمان شرطوم وفيه قطع الفوم اللي بتبقى موجودة اللي هي بتحفظ الأجهزة الكهربائية دي لما بنبشرها بتبقى عاملة زي البرلايت كمان كان عندي بعض الأصداف الصغيرة جدا هستعملها من غير مكسرها عشان لما عادي استخدام التربة ما تتقزاش ايدي وفي نفس الوقت اللي فيه طفل او حيوان بينبش في التربة ما يتقزاش لو فيه كمان أوراق شجر جافة هتكون سماد وفي نفس الوقت هتجي على التربة خشة وخفيفة لو توفر عندنا الشرطزة هيكون رائع جدا لو فيه كمان تبن او علف جاف هيكون ممتاز كمان كان وقت موجود الضرق بنجافف اللي هي الأجزاء المتبقية منها بعد ما بنا كلها وبتتحن او بتتبرش بس بتكون برش خشن كمان بتدفع التربة كل دي حلول ممكن تكون متوفرة عندنا في البيت وكمان بتكون بديل ممتاز للبيتموس والرمل والبرلايت وبنخلي بيها التربة خفيفة فيه كمان نشارة الخشب بس يريد تكون نشارة الخشب الخشنة مش للنعمة قوي لكن طبعا لو مش موجود غير النعمة مفيش مشكلة هنضيفها برضو للتربة فيه كمان اياف جزء الهند لو متوفرة برضو هنضيفها للتربة انا بس كل الحاجات اللي ممكن تكون متوفرة في بيوت كتير لكن طبعا فيها جات تانية ممكن برضو نضيفها للتربة لو حد حابب يعرفها زي زي الكمبوس المتحلل سواء كمبوس النباتي او كمبوس الحيواني وفيه الفرمقلاية انا كنت محتاجة للتربة الخفيفة عشان ازرع البطاطس لكن طبعا مش البطاطس بس اللي بتحتاج تربة خفيفة لا كمان الجزر البطاطا التوم الجنزبيل اللي هي المزرعات او المحاصيل الجزرية اللي بتكون الصمرة بتاعتها عبارة عن الجزر بيتكون تحت التربة فدي بتحتاج تربة خفيفة علشان التربة التقيلة هتقفل على الجزور اللي هي في الاصل سمار وفي نفس الوقت التربة التقيلة بتحتفظ بالمية فاحنا مش عايزين المية تفضل موجودة في التربة لانها تعمل عفن للسمار اللي هي في الاصل الجزور دي كانت معلوماتنا النهاردة ويريت ما تنسوش دعم المقطع بلايك وشير وإلى أن نلتقي في فيديو آخر أتركوا في رعاية الله وأمنه شكرا السلام عليكم ورحمة الله